الزوامل الشعبية تعتبر من العادات القديمة تقليدية القديمة هنا في بني يوسف أو في سامع المحاذية لها تماماً حول هذا الموضوع معي الأخ محمد عبدالله شرف بيكلمنا عن الزوامل ومتى تكون تحديداً وفي أي الأوقات أيضاً طبعاً أرحب بكم أقول علن أتى يمن شباب أقبل مثل السبول وسط الحقول أجمل يمن شباب أهلاً بكم يا أحباب في قرنات والسحي بكم طاب طبعاً الزوامل هي عبارة عن منتق فكري شعبي موروث لأبناء المنطقة وهي ترقمة شعورية طبعاً تسير وفق سير طبيعة أهل البلاد الزوامل تأتي على ثلاثة ألوان قبل أن نتكلم عن ألوانها ووقاتها كلماتها كلماتها متوارثة ولها مداليلها طبعاً مدلولاتها لها ارتباط بالثقافة الأولى لها ارتباط سياسي وارتباط اجتماعي وارتباط فكري لها ارتباط فكرية وسياسة اجتماعية طبعاً طبعاً نتكلم عن ألوانها ألوانها ووقاتها الألوان لها ثلاثة ألوان اللون الأول طبعاً في الصباح يأخذ لون اللي هي يا الله يا فك العساير يا ملك الحلت دليتنا للخير صائب طبعاً اللون الثاني ويحكى بعد الظهر يا طير يا عازم بلغ لي سلام اللون الثالث وهو سارح الليل علمك وهات طبعاً هذا يأخذ اللون عند ذهابهم إلى العروسة طبعاً إذا كان الموسم موسم عرص أو المناسبة مناسبة عرص يا سارح الليل علمك وهات من علوم القوم اللي هم سرات ونحن نعرف كلمة سرات أنه لا يكون إلا بالليل من خلال واساري طبعاً السرات من لا يسر إلا ليلاً عكس السير بالنهار عكس السير نهاراً ولذلك قال من علوم القوم اللي هم سرات ودلالة على أن الفكرة هنا في هذه المنطقة منطقة بني يوسف أنهم دائماً في سرات أنهم دائماً في عمل وحركة إذن فهو يقسد للحركة النفسية للحركة البكرية للحركة الواقعية واقعية المنطقة ذاتها طيب يعني قلت لي أنه يعني فيه زوامل صباحية وفي بعد الظهر والعشي نعم طيب مثلت يعني وذكرت الآن أنه كمان فيه زوامل في الأعراس نعم طيب فيه زوامل أخرى اللي هتقريباً تقوم في العياد وفي زوامل اللي يعني تكون عادةً أعملوك نعم نعم هي نفس الزوامل اللي تستقبل الضيف حقاً للصباح هذه اللي يفك العساية هذه طبعاً الزوامل تستقبلي من؟ للأضافة أثناء العرس أثناء العرس ها ما استقبلوا الضيف نعم ما استقبلوا الضيف وكذلك حتى وقت الساعة وقت الغداء اللي يأتي يا طير يا عازم بلغ لي سلام طبعاً هذه فترات الصبح بعد الضهر عند استقبال الأضياف أما عند الذهاب الذهاب إلى العروس والعودة وحتى كانت تأخذ في موسم الأعياد دون المناسبة لأعراض حيث كانت الانطقاء أو أبناء بن يوسف لهم موسم لهم طبعاً فرحة معينة لهم يعني طبعاً نوع من الموسمة انتشاع عيدي يلتمعون في الأعياد أثناء العيد من أول يوم في العيد وحتى آخر يوم فعندنا المرافع والأخدام يأتوني يضربها والبرعم تبدأ من بعد العصر تأخذ المطهر الخاص حتى العشي المغرب من بعد العصر هذا اليوم الأول على العيداني اليوم الأولى وهكذا دوالي تتوالى طيب موضوع يعني اللي هو الزوامن اللي تحصل يوم العيد اللي اكتمع فيها تكتمع فيها قبيلتين يعني بني يوسف وسامع وهم طبعاً قيران وإخوة ومتلاسقين القرى حقوم ما فيش فرق خالص بينهم طبعاً أيوة ما فيش فرق ما بين بني يوسف سامع اللي دلالة الالتصاق والوحدة بين الطرفين بين القبيلتين مكان الزيلة هو المكان اللي يقمع القبيلتين ونفس الموال والزامل بنفس واحد والبرع واحد كانت القبيلتين تجتمع إلى موطن الزيلة أو موقع الزيلة أثناء الأعياد وتبدأ من الساعة الرابعة بعد العصر وحتى قرب العشاء والزامل الواحد اللي هو يا سارح الليل يا سارح الليل وكأنهم يستعدون لرحلة للعيدة لرحلة قادمة فهي عملية تنشيط تمهيد تنشيط يومي للحركة المستمرة العيدية يا سارح رحل الليل والب كويه اهواعي المكمل القام اللي بيه بسر يا فتون عصير يومي لك الحال يا الله يا منش السحايد وانصور زائل الحوف ولا تنشى الله الرأيات يا الله ايهواعي لخير صايد هكذا يأخذون الأنشينات نشرهم ثم يعودون بعد الزمن النشاء النصاع النصاع الله يمتع عليه على أساس أنه بعد النصاع كل واحد يعود إلى من اللي هم ابناء بوكيان إلى منطقتهم ابناء قرنات إلى منطقتهم الله يا فتون العسير يا ملك الحال ضل عالتنا مش السحايد قل لا تنش الله الرأيات يا الله يا يسر صالح بإضافة إلى الموضوع الزوامل طبعا ابن سيد محمد هو الشاعر الشعبي ومتقف وأيضا مورخ لتاريخ المنطقة لو ندخل بالشاعر الشعبي الشعر الشعبي طبعا هو عبارة عن خواطر نفسية تأتي تقسد لكل حالة نسمع منك عشان نعلم خلاتك طبعا معي قصيدة اللي هي قصيدة على الوادي اللي يقول فيه أرويت قلبي بقرنة وقلت باس يكفي السحي قلبي ولوتي أباس وادي السحي حبي بكم تأساس لحمي نماء مع هواك وارواس حبك ملاني بالقمل ولباس مشاعري من الحل المسندس كل من دخل وادي السحي تنفاس وادي السحي واشتمع بيره من غصون أنفاس وادي السحي كل جمال مهندس وميسى بموقعك كذاك وطيبة الناس وميسى الغصون وسط الحقول ميناس وروعة القات بالحقول مغرأ مغرأس من أسفل الوادي إلى قمة الرأس هذه مشكلة والله القاتل وادي كله رجع قاتل تلوطك رفيع والطبع حلاء ونبراس خلاص سكتنا ما لكش مثيل بين الأودة والناس وادي السحي قلبي عليك إساس ودمعتي فوق الخدود قرأس ما اللي بسط أيوب ما اللي بيعوده يسقي يسقي السحي نغمه ويختف روده يلبسه من الغصون يزيده عودي نقات مع الوتارفيدو طيب موضوع أسسل كلمة أسسل إيش معناها؟ يأسس معناته يلتهب يزداد حرقة ها يعني حراك يلتهب من الشوق من زيادة الشوق من زيادة تلعا تلعا تلعا